موسيقى السلام عليكم مشاهدين اهلا بكم الى الموجز الاخباري من قناة الشروق باحثة اللقاء المشترك الذي جمع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كيرم يردد بعضو مجلس السياد الانتقالي ابراهيم جابر ترتبات عقادي مؤتمر وزراء خارجية دول الايجاد والذي من المتوقع ان تصديف الخرطوم نهاية الشهر الجاري ويجئ اللقاء ضمن الجولة التي ابتدرها جابر لدول الايجاد مبعوثا من رئيس مجلس السياد عبدالفتاح البرهان لتقديم رؤية السودان حول اصلاح منظمة الايجاد بالاضافة لتدوير قادة الايجاد بتطورات العملية السياسية في السودان وصل عضو مجلس السياد الانتقالي ابراهيم جابر الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مساء الامس في زيارة دراسفية ضمن جولته لعدد من دول منظمة الايجاد وسينتقي عضو مجلس السيادة رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد ويطلعه على تطورات الاوضاع في منظمة الايجاد والمؤتمرات المتوقع عقدها في الثلاثين من نوفمبر الجاري وقعت هزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبي على انفاق منحة بقيمة تسعين مليون يوان صيني ما يعادل ثلاثة عشر مليون دولار لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد وقع انابة عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم وقع انابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية سفير الصين لدى السودان ما شلمين واشاد وزير المالية بمواقف الصين الدعمة لسودان معربا عن امله في تطوير العلاقات بين البلدين وبناء مشروعات استراتيجية تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين زار حاكم اقليم النيل الازرق احمد العمد بادي يرافقه عدد من اعضاء الحكومة زاروا مركز تدريب الديسة بالريف الشمالي لمحافظة الدمازين وتجيء زيارته بغرض الوقوف على اوضاع منسوب الجيش الشعبي الذين يجري الاعداد لتنسيبهم للاجهزة النظامية في اطار استكمال الترتيبات الامنية المنبثقة عن اتفاق جبال السلام واشاد بادي بالدور المتعظم للاجهزة الامنية بالاقليم في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار وتجاوز تداعية الاحداث الاخيرة والعمل على حسم المشاكل عبر القانون معلنا انحيازه لوحدة السودان ونبذي دعواته الرامية لتقرير المصير وقفت البعثة الاشرافية المشتركة للسندوق الدولي لبرنامج الموارد الطبيعية المستدامة وكسب سبل العيش إيفاد والوفد المرافق لها على ترسيم المسار الأوسط الذي تم تتشينه بعرض كيلومتر ونصف وطول 141 كيلومتر وسهم في تقليل النزاعات بين المزارعين والرعاة في محلية الدالي والمزموم بولاية السنة وأكدت رئيس البعثة استعداد وجهزية البرنامج الدولي لدعم المشاريع الاقتصادية والاقتماعية على خط المسار والحد من انتشار النزاعات بين المزارعين والرعاة في سبيل الاستقرار الأمثل للسروة الحيوانية والزراعية بدأ بالخرطومي المؤتمر الخامس للحبوب الزيتية والبقليات بحضور ممثلين لوزارة تجارة والتموين والزراعة والغابات وسفراء سلطنة عمان والهند بالسودان وبمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية وبحث أو يقدم المؤتمر عددا من الأوراق العلمية عن الحبوب الزيتية من مناطق السودان المختلفة خاصة السمسم والفول السوداني وزهرة الشمس ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في النهوض بصادرات الحبوب الزيتية في السودان والذي يعتبر من أوائل الدول المنتجة لها في إفريقيا تنطلق اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة الدورة الثانية والعشرين لمنافسات كأس العالم وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ تنظيم هذه المنافسة أن يسند تنظيمها لبلد عربي يذكر أن قطر ظلت تعمل منذ العام 2010 استعدادا لهذه المنافسة حتى قبل تنظيم آخر منافسة في 2018 بروسيا وتعتبر المنافسة سانحة اقتصادية وسيحية تعود بالنفع على دولة قطر خاصة وعلى العالم العربي بشكل عام إذا مشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز الإخباري من قناة الشروق لكم كل تحايا وفي أماننا اشتركوا في القناة